بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الإسم لأجل ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ رحمه الله باب احترام أسماع الله وتغيير الاسم من أجل ذلك احترام أسماع الله بأن لا يسمى بها غيره أو تطلق على غيره لأن أسماء الله جل وعلا من عظمته وجلاله وكل اسم له معنى عظيم فأسماء الله تحترم وتعظم هذا من حق الله على عباده سبحانه نعم قال المصنف رحمه الله باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك تغيير الاسم لو سمي أحد باسم من أسماء الله فإنه لا يقر بل يغير الاسم بما يليق بالإنسان عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكن أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح رواه أبو داود وغيره هذا من تغيير الاسم إذا كان من أسماء الله أو هذا الاسم فيه محذور فإنه يغير فإن هذا الرجل كان يسمى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك قال إن الله هو الحكم هذا من أسماء الله الحكم وإليه الحكم يعني أن الخصومات والاختلافات ترد إلى الله جل وعلا ويحكم فيها قال فما لك من الولد فقال لي فلان وفلان قال من أكبرهم قال شريح قال أنت إذن أبو شريح هذا تغيير الاسم غيره من أبو الحكم إلى أبو شريح ابتعادا عن امتهان أسماء الله وتسمية غيره بها نعم قال الشارع الله جل وعلا يقول وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَةُ فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُهُ نعم قال الشارع رحمه الله قوله عن أبي شريح قال في خلاصة التذهيب هو أبو شريح الخزاعي اسمه خويلد ابن عمر أسلم يوم الفتح له عشرون حديثا واتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث وروا عنه أبو سعيد المقبري ونافع ابن جبير وطائفة قال ابن سعد مات بالمدينة سنة ثمان وستين وقال الشارع اسمه هانئ ابن يزيد الكندي قاله الحافظ وقيل الحارث الضبابي قاله المزي قوله يكنى الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه نعم يعني فيه فرق بين اللقب والاسم وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة نعم الله جل وعلا ذكر أسماءه في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولله أسماء الحسنة فادعوه بها فلا يجوز أن تطلق على المخلوق أسماء الله لا يجوز أن يسمى بها المخلوق كما في هذا الباب نعم فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة فإنها لا تجتمع على ضلاله فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا نعم هذه الأمة وإن اختلفت في بعض الأحكام فإنه ليس كلهم مخطئين بل لا بد أن يكون فيهم من هو مصيب إصمة لأسماء الله سبحانه وتعالى والصفات نعم فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر الله له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه فما أجلها من عطية فنسأل الله من فضله نعم فالعلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام لا بد أن يكون فيهم مصيب لأن لا تضل الأمة لا بد أن يكون فيهم مصيب للحق لأن لا تضل الأمة نعم قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ما اختلفتم فيه من شيء أي شيء فحكمه إلى الله والله جل وعلا يعلم الصواب مع من من المختلفين فيوفقه له لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة نعم وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فإن تنازعتم واختلفتم في شيء إن أي شيء من الأحكام الشرعية فإن المرد لمعرفة الصواب في المختلف فيه إلى الله جل وعلا إلى كتابه وهو القرآن العظيم أو إلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لأن السنة وحي من الله فالسنة هي الوحي الثاني والقرآن هو الوحي الأول نعم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر نعم هذا شأن المؤمنين أنهم إذا اختلهوا في شيء فإنهم يردون الصواب معرفة الصواب فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير لكم في الدنيا والآخرة وأحسن تأويلا أي مآلا وعاقبة نعم فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فالحكم إلى الله يعني في كتاب يعرف من كتاب الله عز وجل فإن لم يوجد في كتاب الله فهو في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها وحي من الله والسنة تسمى بالوحي الثاني نعم والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته الحكم إلى الرسول هو الحكم إليه صلى الله عليه وسلم بالرجوع إليه في حياته وبعد وفاته يرجع إلى سنته في الأحاديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعادر رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال له بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله نعم هذا منهج عظيم هذا منهج عظيم كان عليه معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا ومعلما ومزكيا يقبض منهم صدقاتهم ويرسلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول سأله سؤال اختبار وتذبت قال له بما تحكم قال أحكم بكتاب الله يعني القرآن قال فإن لم تجد في كتاب الله قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في السنة قال أجتهد رأيي ولا آل يعني لا تساهل في هذا الأمر بل أجتهد رأيي حتى أصيب أو حتى أقتنع بالحكم الذي حكمت به استنادا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي رسول الله نعم هذا ثناء على معاذب جبل رضي الله عنه وعلى سيرته في الأحكام بين الناس المتنازعين وهو أنه يحكم بكتاب الله وهو القرآن فإن لم يجد قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آل يعني لا آل في الاجتهاد بل أجتهد في بعرفة الحق وطلبه من الكتاب والسنة وطلبه من الكتاب والسنة والغالب أن مثل هذا يوفق للحكم الصحيح نعم فمعاذ رضي الله عنه من أجل من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكماً في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم تخصص في نوع من العلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنهم من هو متخصص في معرفة الحلال والحرام كمعاذ ابن جبل رضي الله عنه ومنهم من هو متخصص في علم المواريخ ومنهم من هو متخصص بغير ذلك من الأحكام الشرعية والأمة لا تجتمع على ضلالة نعم فمعاذ رضي الله عنه من أجل علماء الصحابة بالأحكام ومعرفة الحلال من الحرام ومعرفة أحكام الكتاب والسنة ولهذا ساغ له الاجتهاد إذا لم يجد للقضية حكماً في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يقع اليوم وقبله من أهل التفريط في الأحكام ممن يجهل حكم الله في كتابه وفي سنة رسوله فيظن أن الاجتهاد يسوغ له مع الجهل بأحكام الكتاب والسنة وهيهات نعم الاجتهاد لا يحصل لكل أحد وإنما هو للمتخصصين وأما من لم يعطى شيئاً من ذلك فإنه يقلد أهل العلم فالتقليد إنما يكون بعد تعذر معرفة الحق من الكتاب والسنة نعم وأما يوم القيامة فلا يحكم بين الخلق إلا الله عز وجل إذا نزل لفصل القضاء بين العباد فيحكم بين خلقه بعلمه وهو سبحانه الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه قال سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً الله جل وعلا ينزل يوم القيامة نزولاً يليق بجلاله سبحانه ينزل إلى الأرض فيحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه من الحق بإذنه فهذا نزول من الله جل وعلا إلى الأرض لأجل أن يحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه فيحكم بين خلقه بعلمه وهو الذي لا يخفى عليه خافية من أعمال خلقه نعم لا يخفى عليه خافية جل وعلا من أعمال خلقه خيرها وشرها ويعلم ما تعملون نعم إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة وهي الهباءة التي تطير في الهواء فلا يظلم الله أحداً فهو منزه عن الظلم كما في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجراً عظيماً فالله لا يظلم العباد وإن كان لهم حسنة ولو كانت يسيرة فإن الله بمنه وكرمه يضاعفها بمعنى أنه يبارك فيها وينزل فيها الحق والصواب نعم والحكم يوم القيامة إنما هو بالحسنات والسيئات فيؤخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال ذرة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال ذرة نعم هذا واضح وهذا في الحديث الصحيح الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا فالله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة وهي الهباءة التي تطير في الهوى وإن توجد حسنة فإن الله يضاعفها للعبد أضعافاً كثيرة إلى أن تصل إلى سبعمائة ضعف نعم فيأخذ للمظلوم من الظالم من حسناته بقدر ظلامته إن كان له حسنات نعم يأخذ من الظالم يوم القيامة للمظلوم يوم القيامة ما فيها موال يأخذ منها وإنما يأخذ من أعمال العبد للمظلوم إن كان له حسنات يأخذ من حسناته متعطى للمظلوم وإن لم يكن له حسنات والعياذ بالله أخذ من سيئات المظلومين فطرحت عليه فطرح في النار نعم وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم فطرح على سيئات الظالم لا يزيد على هذا مثقال درة ولا ينقص هذا عن حقه بمثقال درة نعم لأن الله لا يظلم أحداً ولو مثقال درة لا يظلم أحداً ولو كان قليلاً نعم قوله فإن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضياً وهذا هو الصلح إن أعماله والصلح فالصلح نطلوب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالعدل فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تتفيها إلى أمر الله فإن فأت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين المقصطين وأما القاسطون فإن لهم النار والعياذ بالله إنما المقصطين أي العادلين في حكمهم واجتهادهم وتخلص الخصومات بالاجتهاد العادل نعم فالمعنى والله أعلم أن أبا شريح لما عرف منه قومه أنه صاحب وإنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من الجانبين صار عندهم مرضيا وهذا هو الصلح لأن مداره على الرضا لا على الإلزام ولا على أحكام الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا نعم الحكم بالاجتهاد إنما هو لأهل العلم لا للمتخرصين ولا لأهل الجور والظلم وإنما هو لأهل العلم الذين عندهم ملكة الاجتهاد الكتاب والسنة نعم ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة كما قد يقع اليوم كثيرا كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله وإنما المعتمد عندهم ما حكموا به بأهوائهم وآرائهم نعم الطواغيت جمع طاغوت من الطغيان وهو مجاوزة الحد فالذين يحكمون بغير ما أنزل الله هؤلاء طواغيت هؤلاء طواغيت ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاوت قال ابن القيم رحمه الله والطاوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله عز وجل كلهم طواغيت والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض ومن حكم بغير ما أنزل الله نعم وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لم يسغ تقليده فيعتمد على قول من قلده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول السنة والكتاب والله المستعان نعم والمقلدة على قسمين مقلدة لأهل العلم وأهل الحق فهذا مأمور به وأما التقليد الأعمى وهو قبول ما عليه عليه الناس أو بعضهم من غير مراجعة للكتاب والسنة فهذا هو الطاهوت والعياذ بالله أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاهوت نعم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد قال شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال فأنت أبو شريح فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا وجاء هذا المعنى في غير ما حديث والله أعلم نعم فيه أن الرجل يكنى بأكبر أولاده بأكبر أولاده فهذا أبو شريح فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فما لك من الولد فأخبره لفلان وفلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبرهم قال شريح قال أنت أنت إذن أبو شريح ففيه أن الكنية تكون بأكبر الأولاد نعم قال المصنف رحمه الله فيه مسائل الأولى احترام أسماء الله وصفاته ولو لم يقصد معناه احترام أسماء الله وصفاته وصفاته وإن لم يقصد معناه يعني إذا سمى أحدا باسم الله فلا يجوز هذا وإن لم يقصد معناه نعم الثانية تغيير الإسم لأجل ذلك تغيير الإسم من أجل ذلك لأن الرسول غير إسم هذا الرجل فقال أنت أبو شريح بدل أبا الحكم نعم الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية نعم كما ذكرنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين